مرحبا بكم في الفيديو هذي جديدة في الدرس الجديد حول طرح كسرعين بالنسبة لعملية على الكثور الخاصة بثانية متوسط مستوى ثانية متوسط هنا كما دلنا في الدرس الجديد جمع كسرعين نفس الشيء كما تجمع كما الطرح عندنا عدة حالات الحالة الأولى طرح كسرعين لهما نفس المقام هنا 9 على 2 ناقص 4 على 2 كسرعين لهما نفس المقام هو 2 نقوم بطرح الكسرعين معا ونحتفظ بنفس المقام 9 ناقص 4 يسوي 5 على 2 من ديروش 2 ناقص 2 ثم 7 على 3 ناقص 5 على 3 يسوي إلى 7 ناقص 5 على 3 ويسوي إلى 2 على 3 نسهل جدا بالنسبة للحالة الأخرى نديروها بطريقتين طرح كسرعين لهم مقاما مختلفا يعني مختلفا المقام المثال الأول 9 على 2 ناقص 4 على 3 مقامين مختلفين ومقام أحدهما ليس مضعف للآخر هذه نخليها في الحالة الثالثة يساوي إلى تائما كما الجمع نأخذ الكسر الأول نضربه في مقام الكسر الثاني 9 على 2 أو 9 في 3 2 في 3 2 ناقص ناقص الكسر الثاني نضربه في مقام الكسر الأول 4 في 2 3 في 2 ثم يساوي 9 في 3 27 على 6 ناقص 4 في 2 8 على 6 ويساوي 27 على ناقص 8 يساوي إلى 19 على 6 ثم المثال الثاني المثال الثاني هنا 6 على 5 ناقص ناقص 4 على ثلاثة نفس الشيء بهذه الطريقة نفس الشيء 6 على 5 نضربه في 4 حاولك 3 على 4 نضربه في 5 ونتحصل على 24 على 20 ناقص 15 على 20 ونجد 24 ناقص 15 هو 9 على 20 الآن بالنسبة للطريقة الثانية كي نأخذ المثال الأول 9 على 2 ناقص 4 على 3 بنفس الطريقة ليش فيناها مع الجمعة نفس الطريقة ليش فيناها مع الجمعة وجدنا هنا ديروا واحد لكسر فقط كسر واحد فقط واش نديروا في هذا الكسر نأخذ 9 في 3 البسط الأول في المقام الثاني ناقص البسط الثاني في المقام الأول على المقام الأول في المقام الثاني يساوي 27 ناقص 8 على 6 المسلودية تماماً المرحلة هذه ويساوي إلى 19 على 6 نديروا العملية الثانية 6 على 5 ناقص 3 على 4 ناقص البسط الأول في المقام الثاني ناقص البسط الأول في المقام الثاني في المقام الأول ونجد 24 ناقص 15 على 20 والنتيجة هي 9 على 20 ناقص وهذا هذه بالنسبة لطرح كسرين طرح كسرين لهما مقاماً مختلفاً مقام أحدهم مضاعف للآخر مقام أحدهم مضاعف للآخر هنا مثل 6 و 3 6 هو من مضاعفات 3 و 3 صغير ناقص دائماً الكسر الذي مقامه صغير كما الجمع كما قلت لكم في الجمع هذا اللي نحوله هذا اللي نحوله واش نديروله 3 باش يولي 6 نضربوه في 2 وبعد ما ناخدوهش هنا ما نكتبوهش 2 على 3 ونضربوه في 2 في 2 باش يولي 6 وبعد نديرو وبعد نكتبوه هكذا 9 على 6 ناقص 4 على 6 لا هذه خاطئة هذا الكتابة خاطئة واش نديروه نوعيد كتابة الكسر الأول ناقص ثم نأخذ الكسر الثاني ها ماما ما يسمعونيش هكذا ها ماما يسمعونيش تساو 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 كايني لابود ها ماما ها ماما ها ماما تساو ماما ماما ستاو درق هنا قولنا ناخذ عفونا ناخذ الكسر الأول هاولي نعيد كتابته ومبعد نروحو للكسر الثاني هذك لنديروله التبديل التغير يعني نوحدوه ثلاثة نضربوه في اثنان باش يوليه ستا والطوماتيك ماثنين هذك الفقر باس نضربوه في اثنين و يساوي التسع على ستة ماما ها تميه هلي قلدين اعنا ماما اعنا مانكع ككو ها تاو ماما ناقص أربعة على ستة نحتفظ بنفس المقام ناقص أربعة ويساوي إلى خمسة على ستة نفس الشيء هنا هنا 16 هو مضاعف لأربعة نبدلو هذا أربعة باش يولي 16 نضربوه في أربعة ناقص أربعة في أربعة سكيفي ثلاثة في أربعة ناقص ثلاثة على ستة عشر ويساوي إثنى عشر على ستة عشر ناقص ثلاثة على ستة عشر ويساوي إثناش ناقص ثلاثة على ستة عشر ويساوي إلى أماما تساوي أماما أماما زيزيو تسعة على ستة عشر وأعتذر على البكاء هذا تعود أعتذر وصلنا الى اخر الفيديو ودرتهم صغر حكذا قسمتهم باش ما تكونش الفيديو كبيرة طويلة وتعزوا باش تشوفوها في الفيديو الجاي ان شاء الله نديرو الضرب كسرين وقسمة كسرين نديرهم في زوج الضرب مع القسمة نديرهم في نفس الفيديو اشتركوا في القناة